اشتركوا في القلبين والأجبان اليوم أريد أن أقوم بعمل اللبن المدعب للمكبوسة بالزيت أولاً أريد حليب طازة أنا أريد حليب الصبح و أريد كل المساكر لا أستطيع جميع أكثر كمية من الأشطاء لكم سرطة تعرفوا أنه أنا أقوم بعمل الزبدي والسمن من الأشطاء وما تعتلوا هاما بيطلع اللبن كثير طيب إلا وسحبنا الأشطاء هذه العلبي بقلبها لبن كل مرة نفس العيار بستعمل لأنا هون عم بعمل خمسة كيلو هذه العيارة كروبي تطلع شي ثلاثة ملاعية أو أربعة ملاعية أكبار من اللبن بدي يحطون وزيد علي من الحليب يلي فترتو بحرقون كتير منيح وبزيدون على الحليب كمان بحرقون كتير منيح وبغطيون وبتركون مثل ما عالتلكون هلا أنا هون عم بعملوا المسا بغطيون وبكبرون بكمرون بحرام وبخليون لتاني يوم تاني يوم أول ما فيه الصبح بستفقدون وبشوف شو صار فيهم قليني فرجيكم هلا كوامون كيف طلع ما شاء الله شوفوا يغز العين على هاللبن ليكوا كوامون هيدا كمان السيتو فاتر يعني أنا ما حطيتو بعد بالبراد بعدني أول مني فاتحة علي شوفوا يغز العين هلا هي القصة ما بده شطارة بس هيدا الكلمين بيرجع لنوعية الحليب اللي عم نجيبه الحليب كتير بيلعبدون هلا أول شغلة بدي أعمله اني بدي أرجع أشيل روبة يعني هيا العلبي نفسها بدي عبية لبن هلا هون بدي حط ملح خشين و بدي كتر يعني بدي دوق بدي تكون طعمة الملح زهرة بدي حس انه مالح لأنه الملوحة أكتريتها رح تروح بالمصل فما حتطلع اللبني مالحة حريك كتير منيح بفضيون والجمخدي أي شي عنينو للبني والجبني و حتى على تقل و بدي كمان يعني هيدا المصل كل شوي بغيره و المصل ما تكبوا إذا نوين تعملوا جبني اقطعوا فيه الجبني بدال الخل القبر بيطلع كتير طيب قطيب من الخل هلا هون كل شوي بفتحها يعني وبحركها لأنه على الاطراف تلقوها جمد يتبس بقلبها بيكون بعض اللبني كتير طريب أخذوا معي يومين تنشيف بالشقفة هلا هون متل ما شايفين ما طلعها ايدي شي نشفت على الاخر منجيب صيني وعليا شقفة عملينا كمان خصوصي أنا هول عملتهم للبني للقريش بحط كاسي بقلبها زيت وبدع باللبني بس قبل ما دعبلها بدي أجع دوق ملحة إذا حسات بدي ملح بزدلة بحط على بلد إيدي بالزيت وبدع باللبني وبصفهم متل ما شايفين كمان تقريبا بدهم شي يومين تنشيف بهيد الطريقة و كل يوم بغير الشقفة تربيتهم لأنه أكيد رح تترتب وبقلبهم كمان بعد يومين بس ما تحطون بمضرب هوا بس مش هوا مباشر يعني تحت المروحة أو شي هيك دغري لأنه بيشققوا هلا هون بعد يومين لايكم بمسك كل قطعة اللبني بكبة لا بتتشقق ولا بصر لاشي أبدا معناته صاروا جاهزين هلا الزناوين تعملوا كمية كبيرة بتحفظوهم بزات النباتي لأنه زيت الزيتون بيخرب لهم طعمتهم إذا على وقت طويل أنا خلط زيت زيتون وزات نباتي لأنه مني مكتربنا ناكلوا دغري بحط قطعتين أو ثلاثة بالزات وشي بتركهم شي ساعتين ثلاثة وبعدين بستفقدن إذا الحبة ما تشققيت معناته صارت منيحة بعبل بيء اللبني كله وبكبسون إذا تشققيت معناته أسا بدن تنشيف بعبيهم متل ما شايفين وغمر البرطماء بالزات لازم كله يكون وجه الزيت مشان ما تنتزع اللبني وهيدي هي والله أطيب من هيك كتير كتير طيبة من صحكم نجربوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر